ماذا نزل من القرآن أول شيء وما هي آخر آية نزلت هذه معلومة ينبغي أن نعلمها أيها الأحبة هذه الآية سبحان الله يعني تلخص لك الإيمان كلها تلخص حياتك كلها بالفعل في آية واحدة هذه عظمة القرآن واتقوا يوما انظروا إلى الصياغة أيها الأحبة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يعني وضع أمامك مباشرة التقوى والتقوى الإنسان عندما يتقي شر فلان يعني يقولون اتقي شر من أحسنت إليه كيف تتقي شر فلان يعني تدفع هذا الشر عنك تهرب منه؟ طيب القرآن آخر ما نزل منه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يريد سبحانه وتعالى أن يعني يحذرك من يوم ستواجهه ستواجهه لا محالة كل واحد منا سيواجه هذا اليوم الذي يبلغ طوله خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة وهنا لم يقل مما تعدون لم يقل خمسين ألف سنة مما تعدون بل قال ليوم كان مقداره خمسين ألف سنة هذه الخمسين ألف سنة لا نعلم السنة كم طولها بالنسبة لنا السنة قد تكون سنة من سنوات الأرض قد تكون مليون سنة لا نعلم ستقف أخي الحبيب انتبه ستقف في ذلك اليوم موقفا صعبا أمام الله سبحانه وتعالى الله سيغضب غضبا شديدا في ذلك اليوم سينتقم من هؤلاء المجرمين من الظلمة لذلك أخطر قضية في الإسلام هي الظلم أخطر شيء أكثر ما يدمر الأمم هو الظلم لذلك ختم القرآن بقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون انتهى بالعدل القرآن انتهى بالتحذير من الظلم لأن الله قادر على أن يظلم الناس يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ولكنه حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده الله لا يظلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سبحان الله يعني انظروا الأفعال هنا جاءت بصيغة المبني للمجهول ترجعون فيه ترجعون لا يظلمون توفى توفى كل هذه الصيغة تقريبا مبنية للمجهول لكي يقول لك هذا اليوم مبهم بالنسبة لنا هناك مفاجآت في ذلك اليوم هناك عذاب عذاب الله الشديد زلزلت الساعة عظيمة وترى الناس السكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد ترى الأطفال يشيبون من أهوال ذلك اليوم لذلك أخطر قضية في حياة كل إنسان على وجه الأرض سواء كان مؤمنا أو ملحدا هو ذلك اليوم الذي سيقف فيه بين يدي خالقه عز وجل ليس لك مهرب ولا ملجأ من الله إلا إليه لذلك أراد الله سبحانه وتعالى رحمة به فينا رحمة منه بعباده أراد أن يختم كتابه بتحذير من ذلك اليوم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ذكرك أن آخر شيء ستعود إلى الله لن تعود إلى الدنيا لن تعود إلى البيت الذي بنيته لن تعود إلى القصر الذي صنعته لن تعود إلى الشركة التي عملت بها مرجعك إلى الله إذن أنت لماذا تبتعد عن الله اقترب مدام آخر شيء نهاية المطاف ستكون عودتك ومصيرك إلى هذا الخالق العظيم إذن لماذا تبتعد عنه الآن حاول أن تتقرب من الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر نقطة في حياتك في مصيرك هي الله عز وجل آخر ملجأ هو الله ثم توفى كل نفس ما كسبت آية عظيمة أيها الأحبة مرعبة كل كلمة نطقت بها ستحاسب عليها كل فكرة خطرت ببالك سوف يحاسبك الله عليها كل إنسان آذيته ولو بكلمة ستحاسب على ذلك كل قرش كل شيء كل درهم أكلته من مال حرام ستحاسب عليه كل درهم خزنته أو كل دولار خزنته ولم تنفقه في سبيل الله وأنت قادر على ذلك ستحاسب على ذلك لأنك جمعت هذا المال من أجل الدنيا والله لا يريد الدنيا الله يريد الآخرة ثم توفى كل نفس ما كسبت وتأتي آخر عبارة آخر جملة نزلت من هذا القرآن وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون لا يوجد ظلم لذلك أيها الأحبة يعني دققوا معي رجاء أنا أعود معكم إلى أول آية نزلت ما هي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آية تتعلق بالدنيا إذا بدأ بالدنيا انتبهوا ركزوا معي أيها الأحبة القرآن دقيق أول نص نزل من القرآن يتحدث عن الدنيا خلق الإنسان القراءة لأن القراءة والعلم هي مفتاح الوصول للآخرة مفتاح الوصول للجنة مفتاح الوصول إلى الله عز وجل بدأ معك بآية أو نص يتحدث عن الدنيا وختم بنص يتحدث عن الآخرة ليقول لك إن هذا الدين متوازن يحدث توازنا بين الدنيا والآخرة لذلك دائما أنا أقول وأكرر كلمة الدنيا وكلمة الآخرة وردتا في القرآن بنفس العدد الدنيا ذكرت مئة وخمسة عشرة مرة والآخرة ذكرت مئة وخمسة عشرة مرة سبحان الله ليقول لك كما أن القرآن جعل توازنا بين ذكر الدنيا والآخرة أيضا أن تجعل توازنا بين اهتمامك بالدنيا واهتمامك بالآخرة لأن هذه الدنيا هي طريقك إلى الآخرة وأن أول نص أنزله الله يتحدث عن الدنيا وآخر نص يتحدث عن الآخرة فشمل خيري الدنيا والآخرة وكأن الله يريد أن يقول لك إن اتباعك لتعاليم هذا القرآن من أول آية نزلت إلى آخر آية نزلت سوف يضمن لك سعادة الدنيا والآخرة سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعاداء في الدنيا وفي الآخرة وأن يكون راضيا عننا يوم لقائه عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر